كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيده فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قلى ذكرنا كما قل منا لله التعبد الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسول الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحططي الأوزار عني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أحبتي في الله ذكر الله عصمة من الشيطان بعض خلق الله بعض عبيد الله تتسلط عليهم الشياطين تتسلط عليهم الشياطين بالإغواء تتسلط عليهم الشياطين أحيانا بالمس والإيذاء والذين ينجون من هذا هم الذين يتمسكون بحبل الله ويعتصمون بالله ويستعيذون بالله ويلجؤون إلى الله لا سبيل للشيطان إلى عبد قد عصمه الله كيف للشيطان أن يناله كيف للشيطان أن يمسه كيف للشيطان أن يتسلط عليه نقرأ في القرآن الكريم في صورة الأعراف قول ربنا عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ومثيلتها في صورة المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وثالثتها في صورتي فصلت ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فهذه ثلاثة مواضع في كتاب ربنا عز وجل في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة يرشد فيها المولى تبارك وتعالى إلى معاملة العاصي من بني آدم بالمعروف وأن ندفع بالتي هي أحسن فإن هذا يصلحه ويكفه عما هو فيه من التمرد بإذن الله تبارك وتعالى حتى يصبح كأنه صديق حميم ثم يرشد المولى تبارك وتعالى إلى عدو آخر هو الشيطان الرجيم يرشدنا إلى أن نستعيذ بالله منه فهو العدو الأصيل وهو الشيطان الرجيم وهو الذي أخرج أبانا من الجنة وهو الذي توعدنا بعداوته وهو الذي حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وهذا لا ينفع معه الإحسان لا ينفع معه أن تدفع بالتي هي أحسن وأنت لا قدرة لك على دفعه ولا على غلبته إلا بالله فاستعذ بالله ارجع إلى الله إن هذا الشيطان هو عدوك وهو عدو أبيك آدم من قبل كل همه أن يحول بينك وبين الجنة ألم يقل من قبل رب بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولهذا أرشدنا المولى تبارك وتعالى إلى الاستعاذة والاستعاذة طلب الحماية طلب اللجوء اللجوء إلى الله نستعاذ بالله منه فهو الذي يرده وهو الذي يرد كيده ويكف شره ويعفو عن زلات عبيده ويتوب عليهم كما تاب على الأبوين حين زلا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ولهذا كان الهم الأعظم للشيطان لكي يتصلت على بني آدم أن يصدهم عن ذكر الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقال ربنا تبارك وتعالى عن الغافلين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان سيطر عليهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وحثنا ربنا تبارك وتعالى على الذكر لا نغفل ولا ننسى ولا نتلهى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وذكر الله عز وجل في الجملة يحمي من الشيطان الرجيم وفي الحديث حديث الحارش الأشعري الذي راه الترمذيه أحمد بسند صحيح إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها حديث طويل وفيه أنه قال وآمركم بذكر الله وآمركم أن تذكروا الله عز وجل فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا انتبهوا لهذا المثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي يقص على لسان نبي الله يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قال وآمركم أن تذكروا الله وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك يضرب لنا مثلا كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم وجد حص دخل أغلق باب الحص صار في أمن وأمان كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل يقول ابن القيم فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة لكان حقيقا بالعبد ألا يفطر لسانه عن ذكر الله وأن لا يزل لهجا بذكره سبحانه فإن العبد لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه عدوه إلا من باب الغفلة فهو يترصد للعبد ويتربص به فإذا غفل العبد وثب عليه وافترسه وإذا ذكر العبد ربه إن خنس عدو الله وتصاغر حتى يكون كالذباب ولهذا سماه ربه تبارك وتعالى الوسواس الخناس لأنه يوسوس في الصدور فإذا ذكر الله خنس وكف وانقبض وتصاغر ولا يتصلط إلا على من عجز عن ذكر ربه وخالقه ومولاه ولهذا كان الأمر بالذكر وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر تعثر فقلت تاعس الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم في نفسه انتفخ وتعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي طب ماذا أقول يا رسول الله قال قل بسم الله قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من الذباب وقد روي عن أبي هريرة أنه قال إن الشيطان إذا لعن ضحك وإذا تعوذ منه بالله هرب وقال ابن عباث الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس وإذا ذكر الله تعالى خنس وفي الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة يقول عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ العبد فذكر الله إن حلت عقدة فإذا توضأ للصلاة إن حلت عقدة فإذا صلى إن حلت العقدة الثالثة فأصبح العبد نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيثا نفس كسلان هكذا يحرز العبد نفسه من الشيطان ولا حرز إلا بذكر الله وقد أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه سورتي المعوذتين ختم بها القرآن الكريم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ويدخل في هذا الشر الشيطان وسورة خاصة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الشيطان وأن يدنينا برحمته وفضله من ربنا الرحمن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيده فذكر إله العرش سرا ومعالنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيراك دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا